السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله فيديو مجمع الوصفات تنفع كده اللي حلو لرمضان وبدائل سخية كتيرة أول وصفة هتكون زي ما احنا شايفين كده بوضي جنوب طرقتين وتاني وصفة هتكون سامبوسة بالشوكولات يلا نبدأ على طول الوصفة الأولى الوصفة الأولى هنعمل الأول حاجة بالشوفان هنجب نص كوباية من الشوفان زي ما هو كده لأني هنحط كل حاجة في الخلاط على نص كوباية الشوفان عايزة كوبايتين من المية وأنا هسيب الشوفان مع المية كده منقوع شوية في الخلاط يعني حوالي ساعة والخطوة دي بتكون يعني حلوة لو إحنا عندنا الخلاط بتاعنا ضعيف شوية بتخلي الشوفان يكون أسهل في الطحن بعد ما حطيت المية والشوفان وصفتهم ساعة وقت بقى مهاجة هضرب على طول هحط معاهم ربع كوباية من النشا واللي مش هينفع معا النشا أو ما بيحبوش يشوف الوصفة التانية طيب تعالوا نضحن في الخلاط نضحن تماما لحد ما كل حاجة تختفي معانا وانا هتكلم برضو بالنسبة للناس اللي معنداش مشاكل من الحليب لو عايزين نستعمل حليب بقري حليب جاموسي أي نوع من الحليب بدل ما نستعمل شوفان ومية احنا بنستعمل الشوفان ومية عشان يعني نعمل حاجة قريبة من الحليب أو يعني بديل يعني بديل للحليب تعالوا نروح على النور ونبتدي نقلب دلوقتي هحط حوالي معلقة كبيرة من دبس الطمر ممكن نحط أكتر من كده هنحط كمان البانيليا السائلة اللي هتعمل نكحة مميزة جدا وطعم يعني يا ريت ما نستغناش عنها ونبتدي نقلب 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 طبعا القوام هيتقل جدا معنا بالشكل ده طيب الناس اللي معندهاش مشاكل من الحليب الحليب البقري أو الحليب الجاموسي نقدم نستعمل بدل كبيتين المية ونصف كبيت الشوفان نشيلهم خالص ونحط مكانهم كبيتين من الحليب نجيب الحاجة اللي احنا هنعمل فيها واحنا خلاص بقى سويناه كويس مش هنحطه في الفرن ولا حاجة لا ده هو هيقعد يستريح بالتلاك حطيت كده دبس الطمر وابتديت كده اوزعه كويس الحاجة اللي انا هحطها فيها تطلعلي بشكل عايزين نحطه في كوباية في موق في علبة اللي متوفر عندنا في بولة اي حاجة ونحط الخليط كده وطبعا هسيبه يبرد وبعد ما يبرد نغطي باي كس كده خفيف او ورق وبعدين ندخله التلاجة اقل حاجة خمس ساعات ده شكله كده قبل ما يخش التلاجة لسه هو كان ببرد ويلا بعد خمس ساعات نشوف شكله ايه بصوا تماسك معي تماسك يعني ان انت بتعود يتاكل كده قطعة متماسكة القوام بتاعه تقيل طيب لو احنا عايزين طعم يكون اخف من كده او طعم الشوفان يبقى مش باين ممكن اللي احنا في الاول نعمل مية مع شوفان ونتحنهم وبعدين نصفيهم من الخلط وبعدين بعد كده نحط النشا يعني نصفي المية مع الشوفان بعد ما نخلطهم عشان ما يجيش كده يكون تقيل شوية او الشوفان ممكن يكون باين شوية كحبيبات كده وده كان قوام الوصفة الاولى زي ما احنا شايفين بودنج من غير حليب ومن غير بيض ومن غير فورن كمان هنستعمل لي نص كوبات الشوفان وكوبيتين المية وربع كوبات النشا والفانيليا ودبس الطمر كمية دبس الطمر بتكون على حسب الرغبة وده بيكون القوام بتاعها طبعا بالنسبة للطعم هي بالحليب البقري بيكون دعمها احلى يعني ايه مش هنكر معاكم ولكن بالنسبة للناس اللي هي عندها مشاكل من الحليب الوصفة هتكون حلوة جدا تعالوا نشوف الوصفة التانية اللي هي هتكون من غير نشا برضو نص كوباية من الشوفان وعليهم برضو كوبيتين من المي وبردو هنسيب الشوفان والمية منقعين شوية في الخلاط حوالي نص ساعة لساعة على حسب وقتك يعني وبعد كده بنتحنه نتأكد ان هو الطحن خالص كده ونجيب برضو حلة ويفضل تكون حلس تلس وننزل كل الخليط على النار ونروح نقلب نحط عليها الفانيلا السائلة اللي مهمة جدا زي ما اتفقنا في النكهة وكمان نحط دبس الطمر ممكن نحط معلقة دلوقتي واحنا كده كده بنحط في الطبق دبس الطمر يعني فيها تكون مسكرة يعني معقولة جدا جدا يعني زي ما احنا هو شيكين طيب وهستعمل بقى النعاردة هنا في الوصفة دي الجيلاتين سواء عندك جيلاتين نباتي او جيلاتين حيواني او اللي اسمه اغار اغار برضو الجيلاتين النباتي برضو في بعض الدول بيكون اسمه اغار اغار اه لو انت في الدولة اوروبية انا ما بنصحش ابدا انت تجيبي جيلاتين حيواني فانت على طول استعمل الجيلاتين النباتي في كل الوصفات اما لو انت في دولة يعني عربية فمن السهل اللي احنا نحصل على جيلاتين حيواني ويكون مكتوب عليه حلال وقبل كده يعني نستعمله في الوصفات طيب هل ياسلوى طعم الوصفة الاولى احلى ولا الوصفة التانية الوصفة التانية طعمها اخف وطعمها احلى بكتير ولو احنا استعملنا بدل كوبايتين المية ونص كوبايت الشوفان استعملنا حليب عادي هتكون عندنا طعمها يكون احلى وعملنا الوصفة دي قبل كده من حوالي سنتين او اكتر عملت معاكو على القناة بس انتو كتبتولي يا سلوى عندنا مشكلة من الحليب وايه وعايزين وصفات تانية نفس الكلام هاجيب اي طبق او اي بولة احط فيها دبس الطمر ووزعه كويس في الوصفة بقى دي هحتاج اللي انا هصفيه لان احنا حطيني الجيلاتين والجيلاتين مش دايما بي ايه يعني بيبقى احلى حاجة لازم يتصفة يعني عملا لما بنعمل اي حاجة ونحط فيها جيلاتين الافضل ان هو يتصفة علشان يديني نتيجة كويسة فلما بيتصفة بيتصفة معايا برضو الشوائب اللي نقزلة من الشوفان فبكده بتديني الخليط يكون انعم والطعم بيكون اخف ومش باين اوي فيه طعم الشوفان زي الوصفة الاروانية وكمان يعني بيدوب في البقى كده يعني ايه مفيش حبيبات فيه طيب اللي احنا بنصفيه ده هنرميه ولا هنعمل ايه لأ احنا ممكن نعمل بي سكراب لو حطينا عليه معلقة سكر ونعمل بي سكراب لأدينا او لبشرتنا بيكون حلو جدا طيب ده كده شكل البودنج الوصفة التانية بيخش التلاجة حوالي خمس ست ساعات مش قبل كده وبعدين ده بيكون شكله ممكن بس نسلكه من على الجوانب كده باي حاجة عشان برضو لو لازق يعني ونقلبه احنا مدهناش القالب على فكرة احنا دهناش القالب ايه اه دبس التمر ارجو كده رجا كده قوية اهو نزل اهو خلاص انا عايزة بقى اوريكو قد ايه قواموا انعم من الوصفة الاولية انا عمتا من الحقيقة يعني ما بحبش استعمل النشا بس بيجي لي تعليقات كتير يا سلوة ما عندناس جيلاتين يا سلوة ما بنحبش جيلاتين يا سلوة مش عارف ايه الجيلاتين فأيه فانا عاملة وصفة يعني ايه كبديلة لكن الوصفة اللي حبيتها هي الوصفة زي بصوا بقى القوام انعم كتير عشان برضو صفناه بودنج من غير حليب الوصفة التانية اللي هي بالنسبة لي زي ما قلت لكم احلى من الوصفة الاولى نص كبات الشفان والمية ممكن نشيلهم ونحط مكانهم كباتين من الحليب لو ما عندناش مشاكل من الحليب والوصفة هتكون طعمها حلو جدا تعالوا بنعمل النهاردة حاجة حلوة كده شبه السنبوسة وطبعا هي ولا سنبوسة ولا حاجة ولكن زريفة جدا عندي اي نوع مكسرات محمصة سوداني او بندق اللي اتنين بيكونوا حلوين على السودان المحمص او البندق نحط الفانيليا السائلة ونبتدي نخلط ممكن نقعد نخلط لحد ما نوصل لخليط شبه زبدة الفور السوداني اول حاجة طبعا انا بدأت بيها حطات الطمر عليه مية سخنة عشان يطرى شوية وتعالوا نحط الطمر عليها ونبتدي نخلط طيب بما اني لسه هحط اضافات تانية فخلينا نحط حاجة اكبر شوية او يعني في المرحلة دي خلاص ممكن نحنا ما نخلطش تاني ونخلط بأدينا المقون اللي بعد كده يكون حوالي نص كباية من الشوفان الصحيح ونبتدي نخلط او ما نخلطش بقى خالص ونبتدي ناجم بأدينا كده هتتلمى معانا عجينة انا هحط بقى شوية من المية اللي انا كنت لقع فيها الطمر حوالي يعني ايه ربع كباية مية وتكون يعني دافية واللم كده معانا لحد ما تتكون معانا عجينة ينفع اللي احنا نشكلها بأي شكل في وصفة اسهل من كده رحيتها من دلوقتي الجنة عايز اقول لكم البندق معاها جميل اللوس والسوداني التلاتة دول جربتهم حلوين جدا جدا في اي نوع مكسرات عندنا بنرتاح لها نعمله على طب طيب انا كده خلاص عندي عجينة ايه زي ما احنا شايفين وممكن نشكلها بأي شكل عشان نعمل شكل الصنبوزة بقى المزيفة اللي احنا عايزين نعملها عندي هنا اداة الصنبوزة دي وعلشان نستعملها هحط عليها اا اللي هو الورق اللي او اللي هو الورق اللي احنا بنغلب به الااا الاكل ده او كيس يعني ده اسهل لحاجه خلينا ناخد حتة ملي العجينة كده اللي احنا بصو نإستعملها اي شكل ممكن لو ما عندنا لها الاداء زي نجيب اي علبة مسلا تكون آآ مستيلا ومربعة ونحط برضو فيها الورقت استريتش ده ونحطو في العلبة وهتشكل معانا على حسب شكل العلبة شعفين شاكلها حلو ازاي وده هو شكلها ممكن احنا بعد اخذ حتة من العجينة وضعها في الأداة من الحاجات الخفيفة التي ستكون مردها جدا وافيد من حتة كنافة او بسبوسة او قطايف من وجهة نظري او اقولولي ايه رأيكم وطبعا يعني مفيش حد ما بيحبش الطمر والمكسرات يعني ايه زوق يناسب الكرب طبعا انا بحاول يعني ما بعملش حاجة تكون ضايت اوي وخصوصا في رمضان ولما بيكون عندي حمادي او كده فما بحبش عمل حاجة تكون ضايت اوي اوي يعني بعمل حاجة تكون برضو صحية وفي نفس الوقت عشان تعجبها وكده فخلينا هو شكلت كل الكمية بنفس الشكل كده ويحطوهم شوية في التلاجة وعبل ما اروحها دو بايه الشوكولاتة طبعا عندنا كزا بقى اخيار لو عندنا شوكولاتة بيضة شوكولاتة غمقه درك شوكولات الشوكولاتة اللي احنا بنحبها هندوبها في المايكرويف هنجيب طبق فاضي وناشف تماما نحط فيه الشوكولاتة ونحطها في المايكرويف تلاتين ثانية مش اكتر من كده علشان ما تتحرقش ونبتدي نقلب فيها كده لحد ما نلاقيها بالدوم عايزين في الوقت ده نحط شوية مكسرات تاني الحاجة اللي احنا حطناها في الاول نحطها تاني سوداني اسمه بندق لوز نحط برضو كده عشان يكون عليها يكون شكلها حلو كده وطعمها يبقى غني واسهل طريقة يعني لقيتها اللي انا خليهم كده في الطبق زي ما هم وانا بتدي ايه احط من فوق اه الشوكولاتة وبعدين هدخلهم التلاجة وبعدين هقلبهم عن ناحية تانية دي هم طبقة تانية من طبعا مش لازم نغطسها كلها بس انا حابة بقى يعني ايه اغطسها كلها في شوكولاتة عشان تبقى يعني حاجة كده غنية ولا زي اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات اه عملتوا قف رمضان وايه الحلويات اللي ضعفتوا قدامها وما لقيتوش بديل يعني عارفين دايما كده الواحد لما بيلاقي حاجة بديلة بيقدر يستغنى عن الحاجة اللي هي حبيبها يعني ايه يعني انا مسلا بالنسبالي ممكن واحدة زي دي احلى من حتة قطايف احلى من حتة بسبوسة او كنافة بالنسبالي ما عرفش طبعا فاكتبوا لي برضو رأيكو تحت في التعليقات زي ما قلتلكو قلبتها بقى على الناحية تانية دخلتها التلاجة شوية وعلى الناحية تانية عشان هي لسه ساعة بقى فايه فعلى طول الشوكولاتة هتجمد عليها فزي ما قلتلكو لو احنا خلصنا اه الفطار بعد المغرب وصلينا المغرب ودخلنا عملناها واحطناها في التلاجة وروحنا صلينا الترويح وجينا هنلاقيها جاهزة مع عينة اللي احنا نقولها مع كوباية الشاي او القهوة بقى على حسب القهوة في رمضان برضو بعد الترويح دي بتعمل قلق شوية تخلي الواحد مش عارفين يهم فالاسلم تفاية اوي كوباية شاي فانا كده ها يعني هغطسهم كلهم وحطتهم في التلاجة وخلاص كده مش عارفة قد ايه لذيذة جدا جدا وتعجب الكل اتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عبابكم ونشوفكم ان شاء الله على خير فيديو تاني ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة